موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كوم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة التليغراف نشرت موضوعا بعنوان بوريس وغوف يتعهدان بتشديد قوانين الهجرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ويشير العنوان إلى اثنين من أبرز شخصيات حزب المحافظين الحاكم وهما بوريس جونسون عمدة لندن السابق ومايكل جوف وزير العدل وتقول الجريدة أن جونسون وغوف تعهدان بفرد قوانين مشددة بخصوص المهاجرين لبريطانيا تتضمن إلزامهم بتحدث الإنجليزية وامتلاك المهارات اللازمة للحصول على عمل قبل منحهم حق دخول البلاد والإقامة فيها إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتضيف الجريدة أن ذلك الإعلان جاء بشكل مشترك من الرجلين بخصوص رؤيتهما لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وتتضمن نظام مبني على نقاط تمنح للمتقدم للحصول على حق الإقامة في البلاد على غرار النظام المعمول به في أستراليا وتعتبر الصحيفة أن بيان جونسون وغوف والذي وقعته أيضا بريتي باتيل وزيرة العمل يشاكل تحديا شخصيا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون ومن المتوقع أن يثير أزبة كبرى في أرويقة حزب المحافظين وتشير الصحيفة إلى أن هذا المقترح بقوانين الهجرة يعد أول بوادر سياسة متكاملة ينتظر البدء فيها فور موافقة البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي وتضيف أنه أيضا يشجع منتقدي كاميرون ومعارضيه على زيادة مطالبتهم له بعدم الاستمرار في حكم البلاد حتى عام 2020 في حال موافقة الناخبين على الخروج من الاتحاد الأوروبي وتوضح الصحيفة أن تصريحات الرجلين تأتي بعد أيام من نشر أرقاب المهاجرين لبريطانيا العام الماضي والتي وصلت إلى 230 ألف شخص وهو ثاني أعلى عدد للمهاجرين في عام واحد في تاريخ البلاد الحديث وبالانتقال إلى صحيفة تركيا التركية نقرأ مقالة لإسماعيل كابان بعنوان من يدير العراق؟ جاء فيه في البداية يجب أن نسأل السؤال بشكل صحيح من يدير العراق وسوريا؟ وكيف أصبح الحال في العراق بعد الاحتلال الأمريكي؟ وتدبير الأخير وإنهائه للجيش العراقي لتصبح بهمة إدارة العراق مهمة مستحيلة؟ لو عدنا في الماضي قليلا وبالتحديد قبل عامين نرأينا كيف استطاع التنظيم دخول الموصل بألف إرهابي فقط بينما ولت قطعان الجيش وألويته هاربة وهي التي كانت تقدر بـ 70 ألف مقاتل محمل بأحدث الأسلحة الأمريكية ويتساءل الكاتب من الذي يحكم العراق ومن الذي يملك حبال الحل والعقد في المنطقة يصرح قاسم سليماني بجملة غريبة ومثيرة للجدل قبل أيام ويقول لا يوجد لإيران أي حاجة من أجل الدخول إلى العراق فنظام الحكم فيها موالي لها أصلا نعم هذا هو الحال في العراق ومثله في سوريا حيث قامت إيران وبكل ثقلها وجرت بجحافلها لتنقذ الأسد من سقوطه الذي كان محتوما فمن يحكم العراق في حقيقة الأمر هو المجلس الإسلامي الأعلى والمكون من المعممين في النجف وهم بطبيعة الحال على صفحة ووفاق واحد مع إيران وقيادتها وهذا الحال ليس بسر على أحد كما هو أيضا نتيجة مباشرة لفشل الإدارة الأمريكية في العراق قد تكون الأهداف والمكاسب الإيرانية في تدخلها العراقي السوري غير واضحة إلى الآن ولن نستطيع رؤية ملامحها الحقيقية لكن وكما صرح متحدث الحكومة التركية نعمان كورتولموش فإن الصراع في سوريا إنما هو لعبة كبيرة تلعب فيها إيران أدوار محددة من أجل إخراج تركيا من الساحة السورية بالاشتراك مع أمريكا وروسيا التي تعملان ومنذ فترة ضد الإدارة السياسية التركية بدعمها لحزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابي وينهي الكاتب مقاله بالقول يجب على تركيا الاعتماد على نفسها في تحديد ملامح الصراع القادمة في الساحة المحلية والإقليمية الدولية ونقرأ في صحيفة الحياة مقالة لزهيق سباتي بعنوان بازار المجزرة السورية رأى فيه الكاتب بأن معركة الرقة تمدد عمر النظام السوري ولا تحسن ببضعة أسابيع أغلب الظن أن معظم الأثمان سيدفعها المغلوبون على أمرهم المحاصرون بين ظلم النظام وجنون داعش تصير إيران على المساعدات الاستشارية التي تقدمها لدمشق وبغداد لنظام دمشق المظلوم في مواجهة الإرهاب والشعب الظالم تبخر مسار جينيف وتتوخر كل رهانات على تقاطع مصالح أمريكا روسيا قد يبرد الجحيم السوري فلا موسكو مهتم بمصير السلام والمرحلة الانتقالية ولا أحلم بارك أوباما تتجاوز المبارزة مع داعش وتحقيق انتصارات على التنظيم لتجبيرها إلى الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون في بازار المبازرة يتبارى القيصر والبيت الأبيض في إحصاء قتلى داعش يتوارى الحديث عن لوائح الفصائل الإرهابية بين المقاتلين المعارضين الجميع في كفة واحدة لتغليب كفة النظام والضحايا المدنيون مجرد أرقام ترتفع الأصابع الإيرانية تبدي مقاومة شديدة لأي جهد يبدل من أجل تسويات تخمد الحرائق الكبرى في المنطقة بدءا بسوريا مرورا بالعراق وانتهاءا باليمن ولا يضيرها أن يضغى على وقاع المزر الرهيب في سوريا التسعيد الروسي ضد تركيا بعدما لوح بوتين بالحرب معها وهو يأمل بتفاديها من مصلحة طهران أن يتدخل وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف فجأة ضد دور التركي في العراق خصوصا في الشمال لإلا يخطف من وهج قاسم سليماني ودوره الاستشاري وإذا كان واضحا أن فترة عصيبة تنتظر الدور الإقليمي لتركيا في ظل أزمة ثقاب بين أنقرة وواشنطن التي تدعم أكراد سوريا على مدى عشرة السنين كان العرب حيز للمنورة تحت سقف صراع القطبين ثم الحرب الباردة في حقبة المجازر أكثر من سقف للتفاهمات الأمريكية الروسية وأكثر من حلبا للتواطئ الإيراني وختم حلقة اليوم مع مقال لزين مصطفى بعنوان دخان الرقة ينقشع من بجأة الهدف الحقيقي والدولة الكردية تقترب من اكتمالها رأى في الكاتب أنه بعد أن خفت دخان المنبعث من المعارك التي أعلنتها قوات سوريا الديمقراطية باتجاه معقل تنظيم الدولة في الرقة بدأت ملامح المعركة الحقيقية التي تهدف لها هذه القوات التي يسيطر عليها الميليشيات الانفصالية وانطلقت باتجاه من بج لتكون هناك المعركة الحقيقية في الطريق إلى دولة شمال سوريا الكردية أو كما يحب الانفصاليون تسميتها بروج آفا بعد تسعة أيام على المعركة الإعلامية باتجاه الرقة وتحديدا في الريف الشمالي منها لم يحدث تغيير ملموس على الأرض بضع من المزارع المتناثرة ومثلها من القرى الفارغة والمدمرة ببيوتها التي لا تزيد عن عشرات المنازل هي الحصيلة التي خرجت بها جحافل الانفصاليون وأسرب طيران التحالف وجنوده من النوعية الخاصة على الأرض ولكن كان بالقرب من ست شريق قوات بدأت حبها باتجاه من بج التي تعتبر البيضة التي ستقلب الموازين وستجعل من عفرين قريبا من القامشلي وتتبسطهما عين العرب لتكون للفيدرالية طعم حقيقي لحلم طويل راوض الانفصاليون منذ مئة السنين الأمر الذي استشعرت به تركيا بشكل تام وملموس وبدأت تتعالى أصواتها أكثر فأكثر فالبلد الذي يرزخ على ثروات كبيرة ويخوض حربا نعيمة متصاعدة داخليا وينتظر فرجه في عام 2023 لن يسمح بوجود جيب كردي على حدوده الذي سيتسبب مصر مستقبلا بجيب مماثل ولكن أشد إلى من في القلب التركي المليء بالثروات إذن فقاعة الرقة وريفها الشمالي انتهت وظهرت معركة منبج الكبرى بشكل حي ومباشر وسط عجز الجميع عن إيجاد مخرج متكامل نتيجة خليط الأوراق وتناثرها سياسيا وعسكريا وميدانيا فتركيا فقدت سطوتها بعد سنوات الإهمال والتباطئ وأمريكا تعتمد على ميليشيات لا تستطيع أن تقدم لها حلمها ولكن الأمر عبارة عن عصى وجزرة في حين يبدو أن روسيا قد رضت بما حصلت عليه وتعمل على تأمين حدود سوريتها المفيدة في الساحل وصلا إلى دماشق فاليوم من بيجوي غدا جرابلوس ليكون كامل الشريط الحدودي ملكا للميليشيات الكردية بدعم ومساندة روسيا وأمريكا المزدوجة ليست الغاية رضا الأكراد بل لجم تركيا وإشغالها بنفسها بدلا من أن تكون دولة يتعظم فيها النفس الإسلامي في قائمة الدول العشر الكبرى وكل ذلك يتم على أرض وشعب لا يعني لعرب أو مسلمين وجودها أو فناء شعبها بين التصارع العلاني والغير معروف النتائج يبقى الشعب السوري بين مهجر ومشراد ومقتول أو مجروح تطعن فيه كل الدول بسيف المصالح الذي لا يفهم لغة خسائره الكبيرة والأنك يواجه سيلا من المشاكل التي تثبت أي أمل له نتيجة اقتتال داخلي هناك وانشغال بعلم هناك وسعي وراء مغنم في أرض أو قطعة سلاح وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقة له لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة